موسيقى الموسيقى فريق الوداد الرياضي يمكن يجاوز فريق فرامينغو رغم أنه فريق صعب جدا كنعرفوا الإمكانيات اللي عنده وكذلك النجوم وكنت منه فقط حض موفاق الفريق الوداد الرياضي لغا يلعب الآن عكس المشاركة الأولى الآن غا يلعب أمام الجماهير دياله فمكرهناش أنا نشوفه نفس السيناريو اللي شفناه في 2013 مع فريق رجاء الرياضي ونشوفه فريق الوداد الرياضي كالعام المباراة النهائية فمشي أول فريق عربي غا يديرها دارها الراجاء دارها العين الإماراتي فكنظن أنه فريق الوداد الرياضي عنده كل إمكانيات لا من ناحية لاعبين لا من ناحية الملاعب لكذلك الجمهور فإن شاء الله يفرح الجمهور دياله ويمتعنا نحن كإعلامي ومتتابعين لفريق وهذه البطولة هذه طبيعة الحال التي تنظف في المغرب فكنظن ما كانش يمكن يكون أحسن من أنه يكون واحد لصيدان عربي من شأنه أنه يعطي واحد من نكهة خاصة لهذه البطولة التي ستتقام على أرض عربية كان عرفوا القوة دي الفريق له للسعودين المحترفين للقدرة المالية لهذه النادي التي توفر له جمعة من العناصر لها جيدة هذا الشيء هذا ما يعنيش بأنه فريق الوداد البيضاوي ما سيكون خصم قوي خاصة أنه سيكون مساند بالجامعهير دياله فريق الوداد البيضاوي كانت منه صادقين أنه إذا كنت حدثه اليوم على المغرب أنه قادر أن تضمها تدورة على أعلى مستوى كنت منه أنه كذلك المشاركة ديال الفريق الوداد البيضاوي تكون على أعلى مستوى وتواكب وتصاحب هذا التنظيم الرائع الذي يسمع عليه المغرب في السنوات الأخيرة ولما لا يكون حاضر كثاني نادي مغربي يقدر أنه يبلغ نهائي بعد الإنجاز الكبير الذي حقه نادي رجال البيضاوي سنة 2013 وإن شاء الله هذا الشيء ما سيزيد غير يأكد هذه الصحوة التي تعيشها الكرة المغربية لا من خلال منتخبات نسوية لا الفرق نسوية وكذلك حتى النوادي المغربي للمزيد من المعلومات لا تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس لكي يوصلكم جديد لسات تيفي